عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث عبر المجلس عن خالص شكره وتقديره لكافة الجهات التي ساهمت في عملية التنظيم وتنسيق الاحتفالات الوطنية والتي عبر فيها الأخوة المواطنون والمقيمون عن مشاعر البهجة والفرح في هذه المناسبة الوطنية السعيدة كما أعرب مجلس الوزراء عن عظيم اعتزازه بالأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الشغيقة والدول الصديقة على ما أبدوه من مشاعر صادقة على الصعيدين الرسمي والشعبي في مشاركة الكويت احتفالاتها الوطنية والتي جسدت عمق العلاقات المتينة وعكست المكانة الطيبة التي تحظى بها الكويت في أسرتها الخليجية العربية والدولية سائل المولى العلي القدير أن يمن على وطننا العزيز بنعمة الأمن والأمان ويحفظ سمو الأمير وولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهما ويمدهما بمفور الصحة والعمر المديد كما اطلع المجلس على نتائج زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح للولايات المتحدة الأمريكية وحضور اجتماعات مجلس الأمن التي ترأستها الكويت لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا والجهود التي بذلت للوصول إلى قرار خاص بوقف اطلاق النار في اللغوطة الشرقية بريف دمشق حيث عبر المجلس عن بالغ ثنائه لما قامت به وزارة الخارجية برئاسة الخالد للتوصل إلى هذا القرار بإجماع الدول الأعضاء والذي يستهدف وضح حد للمعالاة الإنسانية المريرة التي يعيشها الشعب السوري الشقيقة وفي إطار المساعي التي تبذلها الحكومة وحرصها على المعالجة الشاملة لملف العهد والذي تراكم عبر عدد من السنوات وبعد قرار مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة النظر في المصروفات على حساب العهد استمع المجلس إلى شرح وزير البالية الدكتور نايف الحجرف الذي بيّن فيه ملاحظات ديوان المحاسبة مبينا أن هذه الصعوبات دعت اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية إلى تشكيل فريق عمل يقدم المساندة كافة للديوان ويذلل الصعوبات ليستكمل الديوان مهمته